وارجعنا لكم من جديد وفقرة فار روم فقرة فار روم وإحنا هنا كنا دايما بنعتمد على قصة التحكيم وكنا مع النادي الآلي في المطالب دائما وأبدا أن يجي رئيس لجنة حكام أجنبي يطور من لجنة التحكيم وكان لنا مواقف مسجلة في القصة دي بشكل كبير جدا وأنا قلت لكم قبل كده ليقولك التحكيم المصري مش بخير من سنتين قلت لكم والله العظيم ما بخير ولما جاء كلاتنبرج مع نهاية الموسم الماضي وعمل أول فيديو لتحليل الأخطاء طلعت وقلت أخشى على كلاتنبرج من أنه يكون النسخة المصرية لكابتن عصام عبد الفتاح الحقيقة أنا بقيت أخشى لا ده أنا بقيت كمان على مشارف أن أنا أقتنع أن كلاتنبرج أصبحت أيامه معدودة في كرة القدم المصرية هنتكلم عن النقطة دي ولكن خلينا نتكلم الأول أن كلاتنبرج طلع أيضا بفيديو يحلل بعض الأخطاء التحكمية وكانت الأخطاء التحكمية اللي شبه متفق عليها من أراء خبراء التحكم وطلع النهاردة في فيديو أفارس وممكن برضو نستعرض صور بتاع الحالات تكلم عن لقاء الأهلي والإسماعيلي والزمالك وسموحة واستعرض منهم بعض الحالات وتقريبا استعرض الحالات اللي هو متفق فيها مع أراء حكم الساعة بصوا كلاتنبرج بيعمل تجربة أنا بالنسبة لي ده شيء جديد وكويس أن أنت بتعمل تجربة وتعرض فيها الحالات اللي كانت فيها إسارة أو الحالات اللي هي مهمة في الأسبوع ولكن التجربة عشان تبقى صح لأضوابط معينة طبعا ده هنا طرد طاهر محمد طاهر منح الحكم بطاق حمراء ضد أحد لعيب الأهلي اللي هو طاهر بعد المراجعة وافق حكم الفيديو المساعد على القرار الميدان الحكم وهنا ده قرار متفقين كلنا عليه وطبيعي كلاتنبرج ماشي بيجيبوا بيقول أن القرار كان صح لأنها لعبة طاردة ممكن الجمهور يكون بيقول لا مش طاردة فهو الرجل بيقول رأيه لعبة تانية هنا لجنة الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعب حيث أن زراع المدافع دي الكرة اللي كان فيها رقل الجزاء على نادي الزمالك ولكن هو قال أن زراع المدافع داخل جسده ولم تعمل على تجبير الجسم عند استضامة الكرة بزراعه وهنا هو رأيه أن الكرة فعلا ما فيهاش ضربة الجزاء قال الحكم استأنف اللعب بعد أن استنمت الكرة بزراع المدافع رجع حكم الفيديو المساعد الحالة ووافق على قرار الحكم باستمرار اللعب يعني الحكم حتى ما استدعاش الحكم المساعد الفار ما استدعاش حكم الساحة الرئيسي عشان يقول له اللعبة فيها ضرب الجزاء دي حاجات يعني أنا عندي تحفظ على اللعبة الخاصة بضرب الجزاء محمد عبدالغاني لجنة الحكام توفق على قرار الحكم باستمرار اللعبة حيث سقط هنا برضو شاف أن ما فيهاش راكل الجزاء لنادي الزمالك باحثا عن راكل الجزاء بملامسة صغيرة من خصمه راجع حكم الفيديو المساعد التنافس وأوصف بإجراء مراجعة ميدانية قام الحكم بمراجعة الحالة واستمر في قراره الأصلي باستمرار اللعب يعني هنا أن الحكم المساعد أو حكم الفار كان عنده رأي يخالف حكم الساحة ولكن حكم الساحة أيد القرار الخاص بي هو وكلتن برج طبيعي شايف أن حكم الساحة كان صح ولكن هل دي بس كيات الحالات؟ بص أنا عايز أقول لك أن أنا مختلف معك في كرة محمد عبدالغاني لأن أنا شايفها مش راكل الجزاء كرة محمد عبدالغاني لأنه كانت إيده داخل نطاق الجسم ونقبرش الجسم ومختلف ومتفق مع الحالات اللي تم عرضها لا راكلة زيز وراكل الجزاء ولا لمسة يد محمد عبدالغاني راكل الجزاء ولا أقدر أختلف على طرد طاهر محمد طاهر لكن خلونا بقى هنا نكون واضحين والكلام ده احنا بنقوله فين؟ بنقوله على شاشة قناة النادي الأهلي لما نيجي نتحدث عن تحكيم دورنا هنا أننا نجنب الألوان والانتماءات احنا بنتكلم في تطبيق قانون اللي أنا شفته النهاردة من فيديو تحليل كلاتنبرج أكد مخاوفي وتقدر ترجعه للحلقة اللي اتكلمنا فيها بعد أول فيديو لكلاتنبرج أنه هو نسخة أجنبية من كابتن أصام عبدالفتاح أنه هو هيروح للحلات اللي معظمها هيكون فيه شبه إجماع من خبراء التحكيم على أن القرارات دي سليمة لكن لو أنا بقى عايز التجربة تنجح وفعلا عايز أوصر رسالة للمشاهد وللمسؤولين في الأندية وأيضا لحكامي لازم أجيب قراط كان عليها جدل كبير جدا أنا تجهلته وعشان إحنا في قناة النادي الأهلي أنا هبدأ لك من النادي الأهلي هبدأ لك من لقطة الطار في الديها 35 اللقطة دي طلع بعض خبراء التحكيم قالوا تستحق الطرد وبعض خبراء التحكيم قالوا تستحق إنذار أنا هنا مش حكم ولا خبير تحكيم لكن بما أنها لقطة جدلية ويمكن حتى يعني بعض المزعين في قناة الزمالك قالوا أنها تستحق إنذار فقط لغير لكن أنا بقولك طالما فيه لقطة أثرت جدل خبراء التحكيم والإعلام الرياضي أنا مطالب كرئيس لجمة حكام عايز اشتغل شغلي صح ان انا اجيب اللقطة دي اللقطة التانية في مباراة الزمالك وسموحة وانا فخ كبير جدا انا قلت لكم متفق مع ايه ان كرة محمد عبدالغني ما تكبرتش الجسم حتى لو كانت ميلة يمين ميلة شمال مش هروح بعيد الكرة دي ليه ما جاتش الكرة دي ليه كلاتن برج ما عقبش عليها لمست الياد دلوقت دي الكرة اللي نزل على دراها محمد عبدالغني طب هاتها وقول مش لمست ياد يعني هاتها وقول ان دي مش راك للجزاء ابقى اسمك عقبتها لكن انك تتجاهل فانت هنا في مشكلة انت مش هتقدر تقول رأي يتطفق مع رأي الحكام اللي كانوا موجودين ودي نفس القصة مش في المباراة الاهلي اساسا وحاجة غريبة جدا احنا فجأة كده لقينا الجول دخل وحد وقع على الارض ومش عارفين ناخد قرار فانا هعزورك في دي انت مش عارف تاخد قرار هنجيبها في التصوير هنجيبها في اي حاجة لكن دي قرارات جدلية فلو انت طالع عشان تجيب القرارات اللي عليها شبه اجماع يبقى التجربة فشلة وهنا لو التجربة فشلت وارجع برضو لكلامنا احنا لما بنقول كلام بنبقى منحتاج وبعدين قلنا لما التجربة فشلت ان انت تعتمد على خبير تحكيم اجنبي مش معناه انك تجي تهد التجربة وترجع لخبير تحكيم مصر لا معناه انك تجيب خبير تحكيم اجنبي اخر يكون اكفى معناه ان زي ما بتاخد كريدت على اختيارك لروي فتوريا يا كابتن حازم يبقى يتقدم لك النقد على اختيارك لكلاتنبرج لو فشل كلاتنبرج فادق مهمته ومش هنسمح ان يتم افشال كلاتنبرج سواء نتيجة امكانياته او نتيجة الحرب الداخلية وبقولها وبعني الكلمة الحرب الداخلية من بقايا لجنة الحكام ضد كلاتنبرج ان احنا نرجع تاني لخبير تحكيم مصري مع كامل احترامنا وتقدرنا لكل الخبراء المصريين ولو الاستاذ جمال علام شايف ان القصة توفير دولارات اللي الحكام ما بياخدوش بالهم خمس شهر رواتب فانا اقولك انا اسف جدا هو حضرتك موفرتش الدولار ليه وانت راح تجيب روي فتوريا بلاش روي فتوريا ده منتخب مصر الاول ولازمه اجنبي طب المنتخب الولمبي موفرتش دولاراتك ليه وراح تجيبت مدرب مصري للمنتخب الولمبي واحنا عندنا نجاحات مدربين مصريين تحديدا مع المنتخبات الاولمبية فيتيجا عند كلاتنبرج وتقول لي اصلا هنا بوفر دولارات لا يا فاندم ده غير مسموح وغير مقبول بالمرة انت توفر الدولارات دي من شغلك من انك انت تجيب رعاية لكرة القدم المصرية من انك تدير المسابقة بشكل كويس ورسالة الكابتن حازم زي ما بيتم الايشادة بيك في اختيار روي فتوريا لن نسمح لن نسمح اننا نعبر او نمر مرور الكرام في اختيار كلاتنبرج فشل كلاتنبرج هو فشل اللي اختاره وليس فشل كلاتنبرج هو فشل المسؤول عن اللعبة ولو كلاتنبرج فشل لازم يجي رئيس لجنة حكام اقر اجنبي مش هنسمح ان انتو ضغطوا على النادي الاهلي لان دي احد مطالب بالنادي الاهلي اللي هي بتحقق العدالة ونبدأ نجيب رئيس لجنة حكام فشل ما هو فشل يعني ما هو فرق يعني المصريين نرجع بقى نجيب عن من المصري وده هدف انا عايز اقول حاجة احنا كنا متفقين في حتة حسسة جدا تغص كلاتنبرج لان انا شايف ان ده الجيم اللي هو بعد كده انا مش بص كمان للجيم دلوقتي انا بصص للجيم جاي بمعنى ايه بص يا جماعة اي معادلة في حكم هو طور فاكون انا راضي عنه والان دي راضي عنه وشايفين احنا كلنا ان هو احد استغير وفي حكم ممكن احنا كلنا نبقى شايفين او مجمعين ان هو بيودين لجنة التحكيم وكل مجمع ان هو عنده اخطاء وفيه عنده مشاكل تمام نشوف اللي ما عندهش اخطاء وفيه معادلة صعبة جدا اللي هي معادلة كابتن عصام عبدالفتاح عشان كده انا مش هحيز اتكرم بها دلوقتي لان ده الفخ ليه بقى كابتن عصام عبدالفتاح معادلة غريبة كل بيقول ان فيه مشاكل وعلى رأسهم النادي الاهلي وعندك طرف واحد طرف واحد شاف انه فيش مشكلة وبيزكي كابتن عصام عبدالفتاح وبيدعم كابتن عصام عبدالفتاح فالمعادلة دي أنا خاف منها أنا بالنسبة لي قلت حاجة واضحة جدا أنا فريش معايا فكرة إن كلاتنبرج جنسيته تضمن له النجاح مفيش في الدنيا كده والمعيار السابت عندي إن يجي رئيس لجنة تحكيم يحقق العدالة ولكن ده السؤال ماذا بعد لو كلاتنبرج أنت بتزوء آه هو عنده عيوب أكيد قصور وزي ما بنقول آه فكرة كويسة إن أنت تعمل الحالات بس هي هدفها يا أسامة إن أنت تعلمني إن أنت تيجي تقول لي لأ أنت كحكم وكجمهور لأ الرجل ده عنده خطأ كذا فابدأ أحس إن فعلا هو ده هدف التجربة التجربة مش إحنا عملين نتفرج على فيديوهات وحالات مع بعض ونعقب عليها ما هو ده خلاص إيه فايداته طب ما إحنا بنسمع الناس إنما فايداته إنه رئيس لجنة الحكام يقول لك ستوب أنا واعي وشايف الأخطاء اللي بتحصل وبقول لك ده خطأ فبالتالي تنتظر منه وعالج الخطأ إزاي طب لو أنت عملت شيء كويس في التجربة أن أنت عملت ده بس بتعملها في قصور هقول لك ولكن أنت عندك طيار وأنا بقول فيه طيار داخلي واضح وصريح هو عنده هدف الإطاحة بكلاتنبرج ليه؟ وده السؤال عشان أنت تمشي كلاتنبرج فتيجي التجربة الأسوأ أنا كل ده مخاوف يا أسامة فنرجع لمعادلة بدل ما حتى كلنا دلوقتي شوفنا في الأسبوع الأول أنت كنادي أهلي بتقول مثلا لا ده فيه لعبة كذا أو كان مفترك كذا نادي الزمالك طالع بيقول وده حاجة احنا ما بنسمحاش من زمال يبدأ يطلع يقول لك لا أصل حصل كذا والحكم كذا ويبدأ فيه جمع الحكام طب هي المعادلة اللي فيها الظلم كله أنا مش عايزها أنا عايز حد ييجي يدير التحكيم كله صح بس هل تستبدلها لي بالطرف اللي نرجع تاني لأهلي بيه في بس المتضرر هو ده اللي أنا مش خايف أنا مرعوب منه ما هو ده اللي بيتم عشان كده أنا بوجه رسالتي لكابتن حازم إمام لأن الكابتن حازم إمام تبنى كلاتنبرج وتبنى اختيار كلاتنبرج ودافع عن الاختيار وقدم المؤتمر الصحفي لكلاتنبرج بشكل واضح جدا والكابتن حازم إمام له موقف واضح جدا بعد يعني رحيل كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني هو كان متمسك به لكن لما جاء تم اختيار مدير فني آخر غير كارلوس كيروش أعضاء في اتحاد كرة القدم راحوا له مدرب مصري وهو الكابتن أهاب جلال إيه اللي عامله كابتن حازم إمام امتنى عن الحضور ما حضرش ما راحش الاتحاد إيه لما حصل إيه لما تم إقولة أهاب جلال أنا ليه بربط هنا بأهاب جلال عشان ما يجليش بعد كلاتنبرج رئيس لجنة حكام مصر وقتها الكابتن حازم إمام هيعمل إيه هيوافق وإحنا بنختار الأجنبي هيوافق عن أن اختيار مدير فني أجنبي ودعم رئيس لجنة حكام أجنبي ودعمه لكلاتنبرج يروح ويبقى أصبح الأمر فاشل وأنا عملت العلامية هيختلق صراع هيختلق صراع ما بين عضو اتحاد القرى ولا ابنة الزمالك السابق ما احنا مش عايزين نوصل للنقطة دي فعايزين يا جماعة لو مش قادرين أو مش شايفين إن كلاتنبرج رئيس لجنة حكام ناجح وعايزين تتوحوا به جاهزوا من دلوقتي رئيس لجنة حكام أجنبي مش هنرجع للتحكيم المصري وخاصة ما يدور عن اختيار الكابتن محمد فاروق والكابتن أيمن دي جيش والكابتن طارق دوري ومع كامل احترامنا لهذه الأسماء الكابتن محمد فاروق يمكن أنا متوقع له أصلا أنا متوقع له أنا متوقع له رئيس لجنة حكام على نهج طريق كابتن حسان فتاح مباراة نهاية كاس مصر 2001 كان بيدرها الكابتن حسان فتاح برئيس لجنة حكام مباراة كاس مصر 2018 التحكيم المصري والأجنبي والسرائي الشهير اللي انتوا عارفينه وكان بيدرها الكابتن محمد فاروق فعشان كده الرسالة لازم تصل لكابتن حازم إمام